حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا على أبي جهيمي بن الحارثي بن الصمة الأنصاري قال أبو جهيمين أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من نحو بئر جمهل إن فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمساح بوجهه ويديه ثم رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال حدثني يزيد بن خصيفة أخبرني بصر بن سعيد قال حدثني أبو جهيمين أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا يمار في القرآن فإن مراء في القرآن كفر